هل ممكن فعلا نعمل موبايل يعني بصراحة كلنا معانا موبايلات يعني أنا معايا هو آيفون آيفون سامسو يعني معانا كل أنواع الموبايلات من زمان نعمل نوكيا عمرنا مسماعا أن مصر ممكن تصنع موبايل ومش عارفين أن مصر ممكن تكون عندها ريادة في التكنولوج لما بنسمع عن تصنيع أول محمول مصري بصراحة بيكون عندنا تشكيك وعشان كده حبينا نعرف المعلومات من أصحابها هل ممكن لمصر بالفعل أن تصنع أول محمول محل الصنع حتى لو كان بشراكة مع شركات أجنبية مهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيركو للإلكترونيات أهلا بكم أهلا بكم خليه بس أفكر الناس بسيكو يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي بنقول سيكو اختلوا زمان قوي كان فيه سيكو للمشروبات الغازية قال لي آه ما هو ده والدنا فأدي الصورة طلعناه بقى بصورة ده رئيس عبد الناصر ديفيد روكفالر وده أعتقد مانس سيد سالم والدي مانس سيد سالم وده كان مشروب بغازية بالضبط ساعتها كان هو عامل برند مصري برضو للمشروبات الغازية لها سيكو برطقان وسيكو للمون وسيكو فاندي أيوة أيوة سيكو للمون دي وسيكو فاندي طبعا ده برضو كان ساعتها فيه البرندات العالمية زي كوكاكولا وبيبسي وغيرها فده كان برضو العلامة التجارية المصرية والمنتج المصري للمشروبات الغازية وحصل إيه لسيكو ده بمناسبة يعني؟ هي الشركة دي أصبحت قطاع عامل فترة طويلة وبعد كده هم استغنوا عن المنتج المصري وكملوا في الكوكاكولا يعني شركة تعباد كوكاكولا ومصري دلوقتي وبالتالي من يعني طب انتوا كنتوا بتشتغلوا والولاد كانت بشتغل في المشروبات الغازية وغيره إيه دخل الإلكترونيات بقى؟ أجيال أجيال بتسلم أجيال ومن نشاط إلى نشاط لغاية ما ابتدنا نشاط الإلكترونيات سنة 2003 ابتدنا بتجميع الحاسبات الغالية كان ساعتها التكنولوجي ما بتسمح لناش أن نقدم موبايل أو حاجة هاي تكنولوجي زي الموبايل أيام 2003 كانت التكنولوجيا المتاحة بالنسبة لنا ساعتها هي الحاسبات الغالية كان برضو اللي في دماغنا هو التصنيع وأن نعمل علامة تجارية مصرية تكون رائدة في التكنولوجيا فابتدنا بتجميع حاسبات الغالية تحت العامة التجارية سيكو من سنة 2003 مع تطور التكنولوجيا ولما بقى متاح لنا أن نخش عالم التلفونات المحمولة والحاسبات اللوحية اللي هي التابلت ابتدنا من حوالي سنة 2013 أن نخش في المجال دوت وننشر العلامة التجارية الخاصة بنا مش في مصر بس ولكن في المنطقة العربية كلها نحن النهاردة بوجودين في مصر في السعودية في الكويت في الإمارات في عمان بتعملوا ايه بتجمعوا تابلت بتعملوا ايه بالزبط؟ نحن اشتغلنا لفترة طويلة مع الجانب الصيني في أن نحن بنصنع المنتجات بتاعتنا في المصانع عندهم في الصين ما كانش لسه عندنا الحجم اللي يسمح لنا أن احنا ننتج هنا في مصر أو نبتدي إنتاج هنا في مصر فاتجهنا إلى الصين بقينا أن احنا بنعمل كيستوميزيشن لبعض المنتجات وبنستوردها تحت العامة التجارية لنا وننشرها الفتح الأسواق لنا في الدول دي الداخل مصر وخارج مصر مع الوقت لما ابتدينا نوصل للحجم المناسب من الإنتاج علشان نقول احنا هنروح نصنع اتجاهنا بالفور للوزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات المهندس السياسي القاضي قلنا لهم احنا عايزين نصنع موبايل في مصر وبصراحة يعني من ساعتها واحنا ابتدينا رحلة فائقة السرعة فائقة السرعة؟ فائقة السرعة يعني بصراحة ده بتقولي معلومة مش موجودة في مصر فائقة السرعة دي ما بنستخدماش هنا الرتم بتاع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسرع من رتمة القطاع الخاص والمهندس ياسر والفريق اللي معاه شغالين أسرع من القطاع الخاص فابتدينا من شهر اتنين اللي فات تحديدا يعني من سنة رحلة للبحث أو ان احنا نتمم اتفاق مع المستثمر الصيني وان احنا نختاره وان احنا نقنعه ان هو يجي هنا مصر لنقل التكنولوجيا لان النهاردة احنا لوحدين كجانب مصري عندنا معرفة كبيرة لكن ينقصها بعض التفاصيل في الانتاج اللي محتاجين ان احنا ننقلها من الصين الى مصر ايه اللي يخليك تيجي مصر يعني بصراحة انت بتصنع حكتك في الصين وسعيد وبتصدر ويردوين كفاريوال زي ما بيقولوا ايه اللي يخليك تيجي مصر وانا بكلمك هنا كمستثمر صعبة الحصول على الترخيص صعبة فيه مشكلات كتير جدا ايه اللي يخليك تيجي تصنع هنا النهاردة صعبة على حدرك اكتر احنا كان قدامنا واحنا بنقول يا انتاج جلنا عروض من بلاد عربية جلنا عروض من بلاد افريقية للتصنيع هناك ودخلنا في مباحثات مع اكتر من جانب ان احنا نصنع برا مصر مصر فيها مميزات كتير قوي لاي مستثمر وده يمكن اللي اقنع مستثمر الصين ان هو ييجي ويستثمر معانا هنا في مصر السوق السوق ده ده غلم رواحد لكن مش هو الحاجة الوحيدة النهاردة احنا بنتكلم على حاجتين مهمين قوي الحاجة الاولانية هي القرى التكنولوجية اللي هي عملتها وزارة الاتصالة وتكنولوجيا المعلومات احنا المصنع بتاعنا في القرية التكنولوجية في مدينة اسيوت الجديدة يعني يمكن حالك لسه دلوقتي بتحكي عن المستشفات في اسيوت وده اللي بيخليني فيه هجرة من اسيوت او من الصعيد عمتا الى القاهرة احنا النهاردة القرى التكنولوجية دي اتعملت بر القاهرة اتعملت قرية تكنولوجية في برج العرب وقرية تكنولوجية في مدينة اسيوت احنا ان شاء الله المصنع بتاعنا على 4000 متر في مدينة اسيوت الجديدة وابتدنا نشوف هجرة عكسية يعني ابتدى النهاردة ناس تقدم لها السفيهات بتاعتنا من القاهرة عشان تروح تشتغل في المصنع في أسيوت فالقرية التكنولوجية بتدي مميزات كتير قوي للمستثمر في مجال التكنولوجيا أو مجال الإلكترونيات غير كمان القوانين المشجعة للتصدير من مصر إلى بر مصر غير كمان أن بعد تعويم الجنيه النهاردة أصبح التكلبة في مصر أرخص من التكلفة في الصين النهاردة لو حسبنا على المرتبات العامل في الصين بياخد حوالي 4000 إيوان بما يعادل 600 أو 700 دولار أمريكي العامل المصري أظن أنه هو بيتكلم في رينجي 100 أو 150 دولار أمريكي فالنهاردة التكلفة في مصر أصبحت أرخص من التكلفة في الصين في حوافز من الحكومة زي القرى التكنولوجية وزي حوافز التصدير حريكي بتكلمني يعني بصراحة أنا سعيدة بالكلام اللي أنت بتقوله بس أنا دايماً بسمع العقبات ما بسمعش من المستسمين دايماً أسمع المشكلات والعقبات ما بسمعش قصة الأشياء اللي جيبايا فأنا سعيدة جداً أنا بسمع من حضرتك ده إحنا قاعدين في البلد ديت ومستثمرين في البلد ديت النهاردة لو إحنا اتكلمنا عن العقبات كل شغل فيه عقبات وكل بلد فيه عقبات ومش هتنتهي العقبات أبداً ولكن يجب أن نتحدها ونتغلب عليها فيه جانب كويس إحنا بنبصله وبنستثمره إن إحنا نعمل قاعدة صناعية للإلكترونيات هنا والهدف بتاعنا ويمكن اللي اشتراكنا فيه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تبقى مركز لصناعة الإلكترونيات للمنطقة كلها شيء رائع خلينا نقول عن صناعة الإلكترونيات صناعة استراتيجية جداً لأن هي النهاردة مش خاصة بس بصناعة المحمول لكن هي دخلة في صناعة السيارات هي دخلة كمان شوية في صناعة المنسوجات هي دخلة في الكونستركشن أو جوة البيوت واستخدماتنا فهي دخلة في جميع الصناعات الأخرى هل نملك مقومتها؟ اللي بنملكه كتير واللي مش بنملكه يعني بنملك القدرة على إن إحنا ننقله من الجوانب الأخرى يعني إحنا أصرينا إن الجانب الصيني يستثمر معنا في المصنع وإن هو نخش في شراكة معاه كم كام يعني دخلين بكام كام هم حوالي التلت وإحنا التلتين علشان يبقى فيه نقل للتكنولوجيا غير كمان إن الصين النهاردة عندها مفهوم إحياء طريق الحرير ودي مبادرة مهمة جدا للرئيس الصيني وبياخد فيها مصر كقاعدة للإنطلاق إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط حجم الاستثمار قد إيه؟ وبصراحة هتعمل موبايل؟ يعني زي هتقدرت نافي؟ حجم استثماراتنا المدفوعة في المرحلة الأولى 60 مليون جنيه الإجمالي 180 مليون جنيه هنعمل محمول إن شاء الله هنعمل محمول بنسبة تصنيع محلي 58% منذ أول يوم ومنذ أول يوم هنصدر إلى الخارج واللي احنا بصن له إن شاء الله في خلال سنة نعمق نسبة التصنيع المحلي من 58% إلى 72% مع إن إحنا نركز إن يبقى فيه تصميمات مصرية وأملنا إن إحنا نوصل لصناعات مغزية كتير للتلفونات زي البطاريات وزي المكونات الدقيقة اللي بتبقى موجودة جوة التلفون يعني إيه اللي هنجيبه من بره وإيه اللي هنجيبه من هنا؟ نقدر إحنا نعمل إيه هنا؟ نحن هنا هنصنع اللوحة الأم واللي هي المادر بورد ولوحة الكهرباء الباور بورد باور بورد وهنصنع الأجزاء البلاستيكية والتغليف والعمالة ده اللي احنا هنعمله هنا في مصر في المرحلة الأولى طب حراج جايب معنا موبايل وبيرينة هو فيله بس لو سواكت؟ هو مش بقفول هو محطوط على إيبتين مود هو ده؟ هو ده طب معلش أنا عايزك معلش نعطه قدام الشاشة لو سمحت عشان برضو الناس الشاشة هي بالشاية دي جمعا يعني ده هذا هو الموبايل المصري يعني ده البروتوتيب اللي احنا عاملينه ولا ايه بالزبط ده اللي معمول في الصين ده حاليا متصنع على خطوط شركاتنا في الصين وإن شاء الله هيتصنع هنا كمان نأمل في خلال أقل من ست شهور يعني هو ده بالزبط اللي حيبقى موجود معنا إن شاء الله وبتكنولوجيا الجيل الرابع الفور جي وبكل الأمكانيات الحديثة وطبعا عندنا رينج كامل من الموديلات يعني احنا عمدنا أكتر من 14 موديل إن احنا بنبتدي من أول 200 جنيه لغاية 2000 جنيه ده الرينج ده احنا من 200 جنيه لألفين جنيه وبيعمل كل الحاجات يعني بيعمل كل الحاجات يعني مثلا فيه واتساب فيه حيبقى فيه الحاجات دي يعني قدام نعمله داونلودينج هو خلينا نقول على حاجة بس فيه فجوة رقمية ما بين الدول النامية وما بين الدول المتطورة أو دول العالم الأول الشركات العالمية العملاقة لما بتيجي النهاردة إن هي تصمم منتجاتها يمكن بتحط فيها خواص وإمكانيات كتيرة الخواص والإمكانيات دي مش كلها احنا بنستخدمها أو المستهلك الطبيعي مش محتاجها كلها هنا في الدول بتاعتنا فيمكن إحنا بندي الخواص والإمكانيات كلها اللي بيحتاجها الشباب والناس اللي في مصر وبالأسعار المناسبة أنا ملاحظة هو يعني مثلا هيبقى فيه الإيميل هيبقى فيه الجالري هيبقى فيه يعني فيه كل الحاجات يعني واتساب كل حاجات دي دا ايه نوع نوع إيه أندرويد يعني ولا نوع إيه أه الصوفت وير بتاعه أندرويد أه وده صوفت وير بناخد له إيه بناخد له كابيرايت مثلا يعني طبعا طبعا أه عادي دا هذا هو أول محمول أول موبايل هيتعمل زيه بالزبط في مصر والله يا فكرة شكله حلو بجد الدزاين بتأخوالا خفيف خلينا نقول لكم بقى تعالوا نقارن بقى كده زي ما بيعملوه في الأفلام في البرامج لأ خفيف مهم بقى يكون يعني ما يبصش بسرعة لا الموبايل دا وات نفسه بقى له معي أسانة وأنا هافي يوزر يعني وبتستخدمه باستخدمه طول الوقت لا دا مش موبايل دا مش بروتو تايب يعني يعني دا موبايل تحضرتك طبع طبع وبتستخدمه وباستخدمه وبقى له يعني يعني بقى له عند إيه سنة اه يعني أقل من سنة شوي وما بصش ولا الصوت باز ولا ولا حاجة بازت ولا ولا أفل ولا أي حاجة فجأة كده ولا همل حاجات كده وبعدين إحنا عندنا فوق الخمسين مركز خدمة وصيانة في يميع الدول اللي احنا شغلين فيها في المنطقة بتخدم على منتجاتنا وبيحصل أن فيها عملة بيشتروا من الكويت ويجوا يصينوا هنا في مصر أو أن يحصل شراء من مصر وتصين في السعودية ونفس الحال هيبقى لما نشتغل إن شاء الله في كينيا وأسيوبيا ودول شراء أفريقيا أولا هتشغلوا قد إيه من الناس في العمالة في إحنا في المرحلة الأولى عند بدء التشغيل هنبتدي بوردية واحدة فيبقى عندنا 200 عامل إن شاء الله هيزيدوا إلى 500 في خلال سنتين إلى ثلاثة اللي كمان ركزنا عليه ودود برضو بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه يبقى فيه ميشتغلش عليه غير زوية الاحتياجات الخاصة وإنبارح حتى عملنا تعديلات في الحمامات وفي كل نظام المصنع إنه يستقبل 28 واحد من زوية الاحتياجات الخاصة ده على فكرة جميل جداً هيا وبحترم جداً الشركات اللي بتعمل كده فنا بشكركم قوي على هذا الأمر ده واجب علينا وواجب على كل مستثمر وده فكر موجود في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني إمتى هيبدأ الطرح أول منتج في السوق؟ نتوقع إن شاء الله في سكتمبر القادم هيبتدي الطرح بسرعة كده بإذن الله إحنا شغالين طول الوقت بعدنا فترة شغالين على الموضوع دوت والضغط بيزيد النهاردة إحنا عندنا مهندسين راحين إن شاء الله الصين أول الشهر الجاي للتدريب على خطوط إنتاج الجانب الصيني عندنا خمس مدربين هيجوا عضوا معنا هنا سنة لتدريب الستوف في مصر إحنا مركزين على نقل التكنولوجيا مركزين أن يكون المهارات كلها عند المصريين إحنا على فكرة متوسط أعمار الشركة عندنا 34 سنة والناس كلها عندها المعرفة التامة كل واحد في مجاله بأن هو يقدر يشتغل زيه زيه اللي يشتغل في الشركات العالمية بالضبط حضرتك نازل أكيد عارف أنك بتنافذ تايكونز يعني أنت نازل بتنافذ كبار الأسماء المالتي ناشنالز متخيل أن أنت هتقدر تاخد حصة من هذا السوق؟ متخيل أن أنا هقدر أخذ حصة من هذا السوق أننا عندنا الخبرة بالسوق بتاعنا وباحتياجات الناس بتاعتنا يمكن أكتر من الشركات المالتي ناشنالز الشركات المالتي ناشنالز وهي بتعمل أي تصميمات هي ما بيبقاش في دمخة قوي الأسواق النمية قد ما بيبقى في دمخة الأسواق العالم الأول الأسواق اللي هي زي أمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا المتقدمة المتقدمة اللي بتصرف أكتر اللي بيهتموا بالتكنولوجيا أكتر اللي بيشتروا الأحدث فإحنا عارفين نعمل إزاي منتج مناسب للسوق بتاعنا وبالسعر المناسب للعميل بتاعنا وبالسعر المناسب ونقدر أن ننافس في الأسواق الدول النمية سواء في أفريقيا أو سواء في الشركة المتخالي هتأخذ حصة أملنا أن نوصل أن نأخذ من 15% ل 20% من السوق في كل بلد بننزل فيه إن شاء الله يعني الحياة دي نسبة نسبة عالية وتحدي كبير تحدي كبير جدا هل السعر كمان لازم يكون منافس يعني الأسعار الموبايلات؟ السعر لازم يكون منافس وإحنا عندنا منافسة من ناحيتين يعني سواء من الشركات العالمية العملاقة أو سواء من الحاجات رديئة الصنع رقيصة السمن فإحنا اللي بنقدم الحل اللي في النص والحل اللي في النص دوت بياخد وقت وبالما العميل بيتأكد أن احنا فعلا عارفين جودتنا عاملة إزاي المصفات بتاعتنا عاملة إزاي السقة يكتسبها وأول ما بيكتسب السقة الحمد لله بيقدر نحن نبيع أكتر وناخد حصة من السوق أكبر مستهدف بس السوق المحلي ولا مستهدف أيضا نكون مصر قاعدة للتصدير؟ حيانا مصر هتبقى قاعدة للتصدير من أول يوم يعني إحنا من أول يوم وعشان كده إحنا ابتدينا بالتصويق قبل ما نروح للتصنيع علشان إحنا ولا هنستهلك دولار من البلد لكن إحنا هنزيد إن شاء الله الحصيلة الدولارية وده الفكرة وراء صناعة الإلكتريات يمكن في معظم دول العالم وبرنامج حوافظ الصادرات أو رد عباء الصادرات ده من الأشياء المهمة جدا إن كل الدول اللي بتنموه النهاردة في صناعة الإلكتريات النهاردة بقى فيه مشكلة إن الصين بقت أسعارها والتكلفة فيها عالية جدا وابتدت إن هما ينقلوا مصانعهم إلى خارج الصين فابتدوا يروحوا لفيتنام ابتدوا يروحوا لكمبوديا ابتدوا يروحوا للهند والدول دي كلها بتقدم يمكن حافظ صادرات في حدود الـ 14% فدي فرصتنا النهاردة لما رحنا الصين مع المهندس ياسر قاضي في شهر 5 اللي فات هو اتكلم مع مستثمرين كتير النهاردة بنشوف أول تجربة يمكن فيه تجربة تانية بتبص على تجربتنا وإن شاء الله أول ما هننجح هنلاقي أن فيه كذا مصنع من بعدين لكن الحاجة بتقوله ده مهم جدا إن هذه فرصة مصر لاكتذاب الصناعات الصينية اللي هي بتروح كمبوديا وبتروح فيتنام بتروح هذه الدول إننا لو أنا قدمت لها حوافظ موازية إننا أقدر أكتدم هذه الصناعات وبالتالي أنا بشغل عمالة هو ده اللي احنا عايزين يا جماعة نحن ناخد استثمارات ونشغل عمالة منطقة حرة وحوافظ صادرات اللي كانت دورة مهمين جدا ويمكن يعني أحب إن أنا أقول على قانون الاستثمار الجديد كان لازم يكون مفتوح أكتر من كده يعني النهاردة لما اتكلم معايا كونسول أسيوبيا في دبي قال لي تعالى عندنا 8 سنين إحنا مفيش درايب مفيش جمارك مش هناخد منك مليم لمدة 8 سنوات وفي حوافظ صادرات عندك 12% وبالفعل أسيوبيا ابتدت تكتذب رؤوس أموال وبتتكتذب استثمارات صينية كتيرة النهاردة جذب الاستثمارات بقى فيه منافسة كبيرة ومحتاج مننا إن احنا نكون بنتحرك أسرع وحتى لو أقلناها في فترة معينة 5 سنين 7 سنين 8 سنين علشان نطلع من الأزمة الاقتصادية لكن لا مقدرش أسيب بالمنطقة محور قناة السويس ب22 ونص مقدرش أسيب هنا أنا بقت للمنافسة وحرام احنا بنحاول إن احنا نجيب عائد من حاجة لسه مش موجودة أنا عايزة أشكرك وحييك طبعا جدا أولا لأنك قررت إن حضرتك تصنع في مصر وكان ممكن أنت كمستثمر وكمصنع تقولك لا أفضل في الصين أو أصنع في دولة تانية يمكن أقل يعني مش تكلفة ولكن أقل عقبات في البيروقراطية لكن حالك أصريت إن أنت تصنع في بلدك وده معناها أنه يعني ده إحساس وطني جميل جدا نحن نشغل الناس وننقل النهار وننقل العلم لمصر هو ده يا جماعة أول يعني هكذا سيكون شكل وبس أفل لو ممكن هل تفتحه لنا سيكون شكل أول موبايل مصري الصين 58% من مكوناته هتكون مصرية والباقي صينية لكن ممكن نوصل لمية في المية في يوم من الأيام أو يعني نأمل في ذلك إحنا ده مش شايفين إنه هو نهاية المطاف إنه إحنا ابتداء تصنيع دي خطوة من ضمن الخطوات ونأمل إنه إحنا نكمل إن شاء الله الطريق بتشجيعكم وبتشجيع المستهلكين بتوعنا وبتشجيع الحكومة المصرية والدولة المصرية وقدنا نقول برضو إنه النهاردة في مبادرة مهمة أوي في مصر ابتدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعاملات تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية اسمها توطين صناعة الإلكترونيات في مصر إيجبت ميكس إلكترونيكس وهي بتدي مجموعة من الحوافز لتدريب العاملين لدعم برامج التصميم للمنتجات الإلكترونية بحيث إنه إحنا عندنا صناعة الإلكترونيات متكملة من جميع الأطراف يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا تدتني دفعة أمل كده وسعادة لازم يكون عندنا ثقة في نفسينا وثقة في النفس أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة سيكو الإلكترونيات وحننتظر أول محمول مصري الصنع من أسيوت وعلى فكرة إنه خارج من أسيوت دي حاجة مهمة الصعيد بتصدر التكنولوجيا للعالم إن شاء الله الصعيد سيصدر التكنولوجيا للعالم ده شعار مهم جدا أنا حتبناه بالكوبي رايت للمهندس محمد سالم مشكرك شكرا جزيلا وتمنى لك كل التوفيق ونخرج فاصل عزيزي المشاهدين وبعد الفاصل جاء مستشفيات جامعة عين شمس نرجع لقضايا الصحة مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر